أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوابعدها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكوتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها مدقابلين يضوغ عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارغ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يدخيرون ولحم ضير مما يشتهون وحور العين كأمتال اللؤلؤ المكلون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخذود وضرح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحمين وذل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا برابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاد يوم معنون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تسرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تبكهون إننا لمخرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشعرون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا هذا الكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المظهرون تنزيل من رب العالمين أفرأي هذا الحديث أنتم مدهدون وتجعلون رزقكم أنكم تكربون فلولا إذا بلغت الخلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أضرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكربين الضالين فرسل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة